يبدو أن عجلة الدرامة العراقية التي تدور دائما في شهر رمضان المبارك هي الأبرز والأكثر مشاركة من الأعوام السابقة فتعدد المسلسلات وتنوعها بالإضافة إلى البرامج الكوميدية جعلت المتلقي العراقي يجد ظلته فيها كما إنها دخلت في جول من المنافسة مع الأعمال العربية العديدة على الرغم من محدودية الإنتاج في هذه السنة ازدادت كمية الأعمال وبنفس الوقت كانت لها نوعية خاصة لأهمية المواضيع التي طرحت في هذه السنة قد ميزت هذه الأعمال أعمال مهمة جدا المواضيع المختلفة التي تضمنتها الأعمال الدرامية والانتقال إلى الريف والمدينة وتنوع الشخصيات والملامح من التاريخية والاجتماعية وحتى الفنية منها فمسلسلات مثل بنت المعادي وسليم باشا حفر الباطن باب الشيخ خارطة الطريق وغيرها من المسلسلات والأعمال الكوميدية استهوت المواطن العراقي ودفعته لمتابعة أحداثها الأعمال الدرامية في هذا الموسم في هذا رمضان كانت بكثرة ظهور طاقات شبابية نصوص كثيرة تحدثت عن حالات مختلفة من ناحية التاريخ ومن ناحية الاجتماعية نتمنى من الدرامية العراقية أن تكون موافقة في الموسم التالية ونتمنى كل الخير للقانوات الفضائية التي تعرض من هذه المسلسلات الأعمال الدرامية العراقية شهدت هذا العام أيضا مشاركة عدد كبير من الموثلين الشباب بالإضافة إلى دخول شباب آخرين إلى حقل التأليف والإخراج والمنتاج في مشهد يبدو إنه إعلان لعودة الدراما كمنافس وبقوة أبنى أدافة بقشورني أو ياخشي من حلالي والله لابد طنعي نبط أنا والمراحض بطولة بيكي حجم ويكي مساحة فبالنسبة لي شكلت عندي نوع من الضغط أنه عندي أكثر من نجم ويايا بالعمل فحبيت أنه أكون على المستوى اللي هم موجودين به إذا ما قدرت تتفوق على الأقل بنفس المستوى ممثلون آخرون تمنوا أن تشهد الدراما العراقية ثورة فنية تشد الجمهور إليها بقوة مشيرين إلى أن القادمة من الأعمال سيكون أفضل فعجلة الدراما العراقية بدأت بالدوران فعلا موفق مجيد الحرة بغداد